رهيزين ببساطة كده يعني ايه كلمة نرجسية ويعني ايه كلمة علاقة سامة بصي والترم الاثنين دول يعني علاقة سامة الاول دي بتتقال كتيرة فاي علاقة الانسان بيحس انه هو في حالة عدم امان او انه انه هو فيه ايزاء اي نوع من الازاء نفسي بقى جسدي مادي عاطفي اما يكون فيه ايزاء خلال العلاقة دي الناس بتطلق عليها انها علاقة سامة اللي هي تاكسيك ريليشنشيب ده مش مصطلح نفسي في الطب النفسي يعني بس ده مصطلح عام الناس بتستخدمه في العلاقات اللي فيها اي ازاء اسباب ايه العلاقات السامة دي اسباب كتيرة منها زي ما حضرتك قلت ممكن تبقى الشخصية النرجسية ممكن اللي عنده الصفات النرجسية او اللي عنده الاضطراب اللي هو فيه كل الصفات ممكن ده يكون من الاسباب العلاقات السامة بس ممكن يبقى فيه حاجات كتيرة تسبب العلاقة السامة دي ممكن لو في مرض نفسي في الطرف من اطراف يعني في الزوج او في الزوجة او في الاتنين يعني واحد عنده قلق او واحد عنده اكتئاب واحدة مسلا جزء عنده اكتئاب واقعد في القوضة طول الوقت هي ممكن تقول لك انا في علاقة سامة لان هو مش اه مهتم بيه بس هو في الحقيقة اه هو مكتئب واعاوز علاج الاجتئاب ولمجرد ان هو ياخد مضاد الاكتئاب هو هيتحسن اه ممكن يكون العلاقة السامة دي سببها اه حاجة تانية غير الشخصية النارجسية هو المشكلة ان اي حد بيبقى مدايق في علاقة يقول عليها علاقة سامة ويقول عليها اصل جوزي او مراتي دي نرجسية بس هو الاسباب كتيرة ممكن الاسباب تبقى في في ومهارات التواصل تكون قليلة عندهم هما الاتنين او عند فرض يعني اصلا مش كل حاجة نرمي انها علاقة نرجسية او شخص نرجسي لازم نتعب قويس يعني ده شخصية نرجسية وايه هي العلاقة بشكل عام السامة اه العلاقة اللي هي فيها السامة اللي انت حاسس فيها في الازى دي ممكن يبقى ليها اسباب كتيرة الفكرة بقى ان الناس ايه اي حاجة بتصغرها ايدي علاقة نرجسية او دي الشخص ده نرجسي ما يمكن المشكلة في العلاقة الرومانسية ما يمكن المشكلة في التعبير عن الحب ما يمكن المشكلة في الولاد والولاد اه عاملين مشاكل فانت حاسس ان انت مش مبسوط في العلاقة فتعمل اسقاط كده على جوزك او على امراتك انها هي نرجاسية مثلا فممكن ممكن يكون المشكلة في تحديات بنمر بمشاكل ازمة مادية ازمة مالية في طرف مترافين ساب شغله فانا حاسس ان انا مش مبسوط دلوقتي فبدام انا مش مبسوط يبقى اكيد في حاجة في العلاقة دي غلط يبقى ممكن هي علاقة سامة وبدام هي سامة انا اخش على الانترنت بدور على علاقة سامة لقيت ان الناس بتقول ده في حاجة اسمها نرجاسية اه ده احتمال يبقى جوزك كده فاحط عليه الاعراض بتاعة الاعراض اللي هو الاضطراب النارجاسية لأ انا عاوز ان انا اقول ان خلاف في العلاقات ممكن يبقى اسباب كتيرة منهم اللي حتى نتكلم عليها اللي هي النارجاسية